انا اكد لك اكد لك انه لا اهل دارفور عازم ينفصلوا ولا حتى الحركات التي تمردت هذه تريد لدارفور ان تنفصل ليس هناك اي ارادة حقيقية في دارفور او في غير دارفور الانفصال وهذا هذا مستبعد جدا القول بان والله في ناس بيقولوا والله انفصال دارفور حيكون حاجة كويسة وحيجيب الاستغرار هذا دليل على السزاجة السياسي او الغرض السياسي وانا كثير من الناس الذين تحدثون عن تقسيم السودان لا يخلق خطاب من الغرض السياسي وفي غالب الاحيان بيكون هذا الغرض السياسي استجابة لمطالبات تأتي من الخارج وليس لي رغبة شعبية في الداخل كل هذه الخطابات خطابات البحر والنهر وخطابات فصل دارفور وكل هذه الخطابات كلها خطابات تقسيمية سازجة لا تعرف ان مشكلة السودان في ضحف توحده وانسجامه وليس حلها في مزيد من التجزية والتفتيت وابعاف هذا التلاحم الشعبي السودانين تلاحموا بدرجة مشهودة في السنين الأخيرة ذهب اهل دارفور مشوا وسط السودان ومشوا الخرطوم حسهم مغلبية فيها ومشوا برسودان ومشوا القضارف وانتشروا في كل مكان وما في اي حائل يحول بين اهل الشمال يذهبوا الى كردوفان او الى دارفور وبدأ التصاهر والتزاوج بين الناس يعني الانسجام الانسهار الاجتماعي كان انساغه تتزايد في السودان ولذلك القول بانه هذا الامر في تراجع هو مجرد اما توهمات او تمنيات في ناس بيتكلموا انه دي حرب بين جنرالين فهل هذا الكلام يعني انه مثلا لو تنحى البرهان او اصيب او يعني لاي سبب بتاعت الحرب دي ممكن تقيف ولماذا يتم وصفها دي حرب الجنرالين ممكن تختم لنا بعد كده؟ طبعا هو الغرض الغرض هو التعمية على مقاصد هذه الحرب الحرب هذه حرب حرب المقصود منها استبدال اجتماعي وسياسي استبدأ يعني المجيء بسلطة سياسية جديدة هذه السلطة السياسية الجديدة يريدها الاغليم سلطة متواعة وهي تريد ان تتولى مقاليد السلطة بدعاوى اسنية بدعاوى ستة وخمسين او غير ستة وخمسين او اي حاجة بدعاوى التحسين التحديث او المدنية او سميها ما شيء والقول انها حرب الجنرالين هذا ليس له اي دليل وبالناس انت شفتها اختفح متين مدة طويلة حتى غير انه مات وظهر ايش الفرق في اختفاءه وفي ظهوره ايش اثروا على الحرب في اختفاءه وفي ظهوره ده السؤال المهم فعلا جدا والبرهان نفترض الى ان ذهب البرهان جا كباشي او جا العطا او جا الحسين او اي حاجة ايش الذي ستغير في هذا المشهد الان الناس لا يعلم ان ان هذه الحرب اصبحت حرب بيد الشعب السوداني الشعب السوداني يريد ان يزيل كل التشوهات التي حدثت في السنوات الاخيرة ويعيد الى البلد الى الاستغرار والى تفاهم يمكن ان يساعد ابناء في اعادة بناء من جديد اشتركوا في القناة الكرد